خلينا في البداية نتكلم عن طفولة حضرتك كنت عاستي طلعي ايه؟ وانت طفلة كنت عاستي طلعي ايه؟ هي مرحلة جميلة ويعني اسمحيلي في الاول اشكر حضرتك على المقدمة الجميلة مرحلة الطفولة من اهم المراحل واحلى المراحل هي ساعاتها الواحد ما كانش بيفكر عايز يطلعي ويعني يمكن دايما وقت المذاكرة مثلا والدي والدتي كانوا يقولولي ما تفكريش قوي دلوقتي بس دلوقتي وقت التأسيس اشتغلي بضمير ويعني خدي كل اللي تقداري تاخديه ولما حيي وقت الاختيار ربنا حيبعد اختيار حلو فاعتقد وقت الطفولة دي يعني من اجمل الاوقات اللي الواحد قضاها ويمكن اكتر ما يميزها انا كنت في مدرسة الماردو جو وكان عندنا يعني انشطة كتير جدا يعني برضو المدارس لما بيبقى فيها نشاط ثقافي ويبقى فيها حتة كده كانوا يخلونا نروح للناس المحتاجة مثلا فيبقى عندنا حتة الاحساس بالاخر الرياضة كانت مهمة وبعدين يعني ودي والدتي اهتموا بحتة الرياضة جدا فيعني كنت في السباحة وفي الباسكت وفريق الباسكت وانا صور دلوقتي لحضرتك في المدرسة مع السستر انا لسا كنت اسأل على الهوايات اكيد فيه هوايات وانشطة بتعمليها من الطفولة السباحة فيه حاجة تانية غير السباحة وفيه حاجة منهم كملت معاك لما اكبرتي ولا مبقاش فيه وقت لا لازم يبقى فيه وقت يعني بالذات الرياضة مهمة ولازم تستمر لان هي بتدي يعني الوقود للواحد يكمل من الهوايات التانية مثلا اوقات كتابة كده حاجات بسيطة انا مش اقدر اسميه شاعري يعني ممكن يتلحن ممكن يتغنى حاجات كده يعني حاجات بسيطة خالص بس يعني بتخلي الواحد يعبر عن اللي عايز يقوله بأسلوب مختلف يعني طب اشتركوا في القناة